طالما اتخرجت من حقوق وناوي تكمل في مجال القانون يبقى لازم تبقى محامي لازم تتعلم وتمارس القانون وتفكر كمحامي خطط مسرتك على كده المحامية تأسسك لكل الشغلينة القانونية يمشي في المحامية وجنب ده اشتغل على مهارتك العلمية والعملية والشخصية وطبعا على اللغات او اي مهارة عامة مفيش حاجة اسمها استخراج كرنين نقابة وممارسة المحامية هتقال الفرسوتي في القبول في التعينات في المناصب العامة زي نهاب العامة مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة او الخارجية ده هراء حرفين كل ما حاجة بينهم تفتح قدم عليه او قدم على الليك مزاك فيها او ما تقدمش خالص لو ربنا كتاب لك حاجة منهم يعني كتاب لك انك تكون في الخدمة العامة استشير واستخير وتوكل لانها هتكون مهمة شقة بس المهم والحد ما تعرف جات لك فرصة من دول ولا لا ما تشغلش بالك بيهم خالص هتشل حركتك وتخطيطك لمستقبلك مسنود او مش مسنود ولو بالفعل بتشتغل محامي في مكتب محامي او معيد في كلية الحقوق او غيرها من الشغلانات يبقى تركز على شغلك وتطويرك نفسك في المرحلة دي لكن ما فيش غير ده وشيل التعينات تماما من الحزبة التعينات لها عامل كتير بتدخل في عملية تقييمك منها حاجات كتير انت اصلا ملكش يد فيها زي معيور الهيئة مثلا قرارها تاني التعينات مش انعكاس للكفاءة القانونية بس الكفاءة القانونية هي عنصر من عناصر التقييم في التعينات وعشان تبقى كفاءة قانونية لازم تتدرب كمحامي كفاءتك هتيجي من المحامات وهتيجي من تركيزك في المهام والفرص القدامك النهاردة وانك ما تشغلش نفسك بالفعل من الغيب